بسم الله الرحمن الرحيم معكم معلمة شيما سالم من مدارس الوطن العربي الصف الثامن مادتنا الحاسوب ان شاء الله يا الثامن اليوم رح نتحدث عننا عن الوحدة الجديدة اللي هي وحدة الانترنت اليوم بوحدة الانترنت رح نتحدث عننا بتحتوي عنها هاي الوحدة عن أربع دروس رح نتحدث عننا فيها عن ثلاثة الدرس الرابع وزارة التربية والتعليم قامت عننا على حذف المادة الموجودة فيه وبالنسبة لمادة العرض التقديمي هاي ملاحظة مهمة أكيد بتهمكم أن مادة العرض التقديمي لأن هنا الحصة الماضية كانت بالحركات المخصصة والتأثيرات الحركية كانت عبارة عن 8 دروس هي العرض التقديمي إحنا أنجزنا منها 6 دروس وباقي عنا درسين الدرسين هذولا حذفتهم عنا وزارة التربية والتعليم بناء على رغبتهم من هنا إلى اليوم درسنا بيحكي عنا عن التحكم عنا في خيارات مستكشف عنا الإنترنت كما ما نجي نحكي عن التحكم في خيارات مستكشف الإنترنت نجي نراجع مع بعضنا يا تامن مفهوم الإنترنت لما نجي نحكي مفهوم الإنترنت هو عبارة عن مجموعة شبكات حاسوبية متصلة لبعضها البعض على مستوى العالم بحيث يمكن لأي شخص متصل عنا بالإنترنت أن يحصل عنا على المعلومات أو أن يتحدث عنا مع أي شخص موجود عنا في العالم ومن هنا نطلق عنا عليها اسم الشبكة العنكبوتي لأنها تحت تطبط عنا جميع عنا لدول العالم مع بعضها البعض ومن هنا نجي نتعرف من لاحظ أول شاشة بتظهر عنا يا تامن اللي هي الصفحة التلقائية الوب بيج صفحة الرئيسة من لاحظ أنه هاي زي ما إنتنا شايفين عنا هون شكل الهوم بيج الصفحة الرئيسية وعنا الصفحة اللي هي الامتداد للموقع الموجود عنا اللي هو http www.google.jo اسم الموقع اللي إحنا فاتحينا من لاحظ أنه إحنا إذا بدنا نغير خيارات الصفحة الرئيسة منروح عنا على قائمة اسمها قائمة tools tools أدوات ورح نتحدث عنا فيها في الشرائح العرض التقديمي القادمة من لاحظ عنا هنا هون الصفحة الرئيسة الهوم هي الصفحة التي يقوم برنامج مستكشف الإنترنت بتحميلها تلقائيا عندها تشغيلها أو النقر عنا على صفحة الهوم زي http www.google.jo أنا أول ما فتحت البرنامج الانترنت إكسيبلورر أو الجوجل كروم وجدت أنه أول شريحة طلعت معاي عفوا أول صفحة طلعت معاي اللي هي صفحة عنا الجوجل كروم لأنها مخزنة تلقائي في جهازنا الحاسوب منيجي هون لإني أنا بدي أعمل تغييف الصفحة الرئيسية أو الرئيسة بدي أتبع عنا عدة خطوات أول خطوات نحن نتبعها نختار قائمة tools نختار منها خيارات الإنترنت Internet options هدول قائمة أدوات وخيارات الإنترنت رح تكون معانا في ضمن موضوع الدرس كامل القائمة اللي رح تكون شغالة عليها tools ومن خياراتها اللي هي خيارات الإنترنت بس باختلاف اللي هي الأبواب اللي رح نشتغل عليها هلأ اختار علامة التبويب general من tools أو من خيارات الإنترنت بعدها بننقر عندنا على موافق بيظهر عندنا الشكل الثاني الموجود عندنا لاحظوا معي يا تامن هاي الصفحة الرئيسية موجود عندي الاسم الافتراضي للموقع http.ww.elearning.jo أنا حاطيت لك عليه دائرة اللي هو الموقع الافتراضي للصفحة هلأ أنا بتدروها أعمل له عملية تغيير ملاحظين أنه موجود في كلمة عام اللي هي جنب الأمان بتكون الخيار الأول على يمين الشاشة بيظهر عندنا هلأ مجرد ما ضغطت أنا هيك ملاحظين عندنا كلمة عام كمان مرة عشان تأكد عليها أنه إحنا نعمل باشتغل على خيارات الانترنت في عام http حولتها وكتبت اسم مدخل تاني أو صفحة انترنت تاني www.google.com اللي هو الموقع الجديد اللي أنا عملت له عملية إضافة واستبدلته بدل رح نتحدث كمان عندنا عن التحكم في المحفوظات المقصود في كلمة المحفوظات هي الصفحات الانترنت الموجودة المسبقة تم الدخول عندنا عليها والتعرف عندنا عليها معنات يقوم بالاحتفاظ بعناوين المواقع التي تزرتها مؤخرا على شبكة الانترنت لعدة أيام أقصى مدّي ممكن تكون عندي 999 يوم هذا بنركز عليه في سجل المحفوظات معناته بهو بيحتفظ 999 موقع أنا قمت بالدخول عندنا عليه شو بهمني هذا الحكي أنه يحتفظ لي فيهن بسهل علي في عملية الوصول السريع إلى تلك المواقع إذا أردت زيادتها مرة ثانية كيف بتصير عندنا العملية هاي افترض أن أنا كنت عاملة على جوجل بحث عن كلمات لغة إنجليزية عن صيانة حاسوب عن جوجل درايف عن أي شيء أنا بخطر في بالي بدي أعمل عملية بحث عنه أو عملية الوصول إليه هلما أنا أكون فايتة على محفوظات مجرد ما يكون في عندي محفوظات في الجهاز مجرد ما أكبس الكلمات تطلع عندنا من التخزين لحالة ليش لأنها هي أساسا محفوظة فيها بس بجيني وقت بحس إنه ساعة الجهاز صارت كبيرة أنا في أشياء ما بدي إياها فبروح بدي أعمل عنا حذف لهاي المحفوظات حكتلك أنا من أول ما بلشنا يا ثامن إنه من تولز بختار إنترنت أوبشنز وبروح على علامة التبويب اللي هي جنرال بختار منها على زر الحذف مننتبه من وين نختار زر الحذف من جزء محفوظات الاستعراض منختار حذف هلأ منظهر عندنا الشاشة اللي بيكون فيها عندنا الحكي هات كله يا ثو طلع معي يا ثامن أنا حطيت لك عليها حذف محفوظات الاستعراض زي ما إحنا شايفينها كل شي أنا حط عليه تشيك صح؟ معناته أنا بدي أقوم عندنا بعملية الحذف لإلو أي شي أنا بدي أحطيت عليه صح؟ تشيك معناته أنا بدي أقوم بعملية الحذف إلو بضغط بعديها مباشرة زي ما إحنا شايفين عندنا كلمة حذف بيحذف معاي المحفوظات الموجودة عندنا ومن هون منيجية ثامن في عندنا التحكم في عرض الصور هلأ أنا في عندي مجموعة من الصور بتكون مدرجة تلقائي من صفحة الإنترنت أول ما بفتح بلاقي بيحمل لحاله صور معينة هلأ أنا بدي ألغي هاي الصور عشان تخفف عندي من الضغط على الإنترنت ويصير عندي النت أسرع هلأ يسمح بعض أي صورة مدرجة داخل صفحة الإنترنت تلقائي؟ يمكن إلغاء تنشيط هذه الخاصية لتسريع عملية صفحات الإنترنت باتباع الخطوات التالية واحد اختر قائمة أدوات تولز انتبهتوا أن أنا عمالي بركز على تولز وعلى خيارات الإنترنت إنترنت أوبشنز بس المرة ما رح أخذ عام لهو جنرال رح أخذ علامات علامة التبويب خيارات متقدمة اللي هي أدفانس اللي هي آخر خيار بيكون موجود عندي بنسحب الشريط التمرير من أعلى إلى أسفل عشان يظهر عندنا جميع أو خيار إظهار الصور منشيل تشك عليها أزل تفعيل الصور بعدها بنكبس عنا موافق بنعطي ريفرش عشان يعمل تحديث للصفحة ويعطيني النتائج جديدة زي ما إحنا شايفين عندنا هنا هلأ هاي طلع معي تامن كيف إحنا عاملية عام رحنا على خيارات متقدمة طلعت عندي كل الخيارات أو الإعدادات الموجودة عندنا شايفين كلمة إظهار الصور زي ما هي ظاهرة عندنا بالضبط بنشيل السهم عنها وبنروح بنعمله موافق بشيلها بالشكل اللي إحنا بناسبنا بنروح بعديها يا تامن بنحكي إنه في عنا مجموعة من الواجبات فيها من حل صفحة 58 من الكتاب وإذا بتقدروا طبقونا الأنشطة الموجودة بالكتاب على جهازنا الحاسوب إن أمكن زي ما إحنا كنا منطبقوا في مختبرنا الحاسوب يعطيكم العافية شكراً لكم شكراً لكم